شهدت الجبهة اللبنانية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية تصعيدا كبيرا تبادل فيه أو تبادل في خضمه الجيش الإسرائيلي وحزب الله قصفا مكثفا على الجانب اللبناني سقط سبعة شهاداء في قصف إسرائيلي استهدف جمعية الإسعاف اللبنانية في بلدة الهبارية جنوبية البلاد وذلك عقب ساعات من توسيع طائرات حربية إسرائيلية دائرة الهجمات داخل الأراضي اللبنانية لتشمل بعلبك ومحيطها رد حزب الله لم يتأخر إذ أعلنت إسرائيل مقتلى شخص وتضرر مبان جراء إطلاق عشرات الصواريخ باللبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها التصعيد تزامن مع زيارة تقوم بها اليوم إلى لبنان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لاستكمال الجهود الدبلوماسية الدولية الهدفة إلى احتواء التوتر بين حزب الله وإسرائيل في غمرة ذلك من فكت تل أبيب تعلن عدم رغبتها في توسيع نطاق الحرب مع حزب الله لكن صحيفة هارتس نقلت عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن العمق اللبناني أصبح ساحة قتال وهو ما أشار إليه حزب الله مرات عدة حيث أكد أن إسرائيل تريد جره إلى مواجهة واسعة للتغطية على إخفاقاتها إلا أنه لن ينجر إليها رغم جهزيته التامة لكل الاحتمالات واستمرار إسناده لجبهة غزة خلال الأيام الماضية حرص مسؤولون إسرائيليون في مقدمتهم موزير الأمن وأفغالانت على التأكيد صراحة بأن أي هدنة في غزة لا تعني بالضرورة وقف إسرائيل هجماتها على حزب الله الموقف ذاته أشر إليه المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكشتاين وقد نقلت عنه مصادر سياسية لبنانية قولة إن وقف الحرب في غزة لا يعني تبقفها تلقائيا في لبنان من دون تطبيق حل سياسي الحل السياسي المنشود في واقع الأمر هو مربط الفرس وبؤرة الخلاف ذلك أنه يعني بالمفهوم الإسرائيلي تراجع حزب الله نحو ثمانية إلى عشرة كيلومترات شمالية لطاني وهو ما ترفضه الخارجية اللبنانية التي تؤكد أنه لا حل سياسيا ناجعا دون تطبيق إسرائيل بشكل شامل وكامل للقرار الدولي رقم 1701 نتناول في نقاشنا هذا أسباب تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله ومآلات توسيع جيش الاحتلال نطاق هجمات داخل الأراضي اللبنانية واحتمال اندلاع مواجهات شاملة بين الطرفين كما نبحثه في فرص الجهود الدبلوماسية السياسية لوقف التوتر ومدر طباطها بانتهاء العضوان الإسرائيلي على قطاع غزان نرحب بضيوفي من أم الفحم الدكتور مهند مصطفى الباحث في مركز مدى الكرمل وكذلك من واشنطن ريتشارد جودستين مخططة الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي وكذلك نرحب بيدكتور علي أحمد الباحث في الاتصال السياسي والذي ينضم لنا من بيروت أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام أبدأ معك دكتور علي أحمد في بيروت بداية كيف تقرأ هذا التصعيد الإسرائيلي الذي وصل إلى حد ارتكاب مدزرة جديدة في مركز الطوارئ والإسعاف والإغاثة الإسلامية في الهبارية وهل يعتبر ذلك من وجهة نظرك تجاوزا للخطوط الحمراء وكسرا لقواعد الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله تحية إلك أستاذ العزيز تحية للضيوف الكرام والمشاهدين جميعا لا شك أننا بعد ستة أشهر ونصف من الحرب في غزة هذه الحرب التي أصبحت تشكل معضلة كبيرة للإسرائيلي بحيث أنه حتى الآن لم يتم تحقيق أي نتيجة من النتائج أو أي هدف من الأهداف التي وضعت في بداية الحرب ومع تصاعد جبهات المساندة زيادة وطيرة عملها استمرارها بالعمل بالنفس الوطيرة تحقيق أهدافها وتحقيقها لربع كبير أمام آلة العسكرية الإسرائيلية التي تحاول أن تدمر لم يبقى شيء في غزة إلا لم يبقى هدف في غزة لم يبقى أي ملف في غزة لم يبقى أي مبنى في غزة إلا وطلتها الدمار حتى لم يعد هناك من أهداف لدى الإسرائيلي ليعمل عليها في غزة وذهب في رفح ويمكن أن نناقش هذا الموضوع لاحقا أما في لبنان ما يحصل في لبنان هذه الجبهة المستمرة منذ 8 أكتوبر تساند فلسطين لمساندة غزة ومعها أن هناك جزء كبير جدا من اللبنانيين الذين اختلفوا في السابق على كثير من القضايا اليوم يجتمعون حول قضية نصرة غزة على نصرة المقاومة في غزة وأصبحت هذه القضية قضية وطنية جامعة ما حصل بالأمس في الهبارية أنه لأول مرة يتم استهداف هذه المنطقة بهذه الوحشية بهذه الطريقة رغم أن منذ 6 أشهر الإسرائيلي قام بقصف كثير من الأهداف ضرب كثير من الأهداف لكنها كانت حتى الآن ضمن معادلات واضحة وضمن معادلات زيادة في القدرة مقابل زيادة في الجغرافيا وما يحكم هذه الجبهة البارحة في الهبارية ذهب إلى استهداف مركز واضح للإسعاف وهو قام بالفترة الماضية بقصف عدد من المراكز للإسعاف التي تعمل في الجنوب على طول الجبهة أو في أماكن العمليات لكن الاستهداف حصل بالأمس كان عدد الشهداء كبير جدا وهو العدد الأكبر حتى الآن أعتقد في هذه الحرب بهذه النسبة من عدد الشهداء المدنيين الذين يقومون بواجب إنساني لمجموعة من الشباب في عمر الشباب البسيط بالبدايات لكن مع ذلك قام رغم معرفته وهنا معرفته بالتفصيل الإسرائيل اليوم يطبق معلوماتيا بشكل كبير جدا على وابنان لذلك هو قام بعمد بهذه العملية قام بضرب هذا المركز بطريقة عامدان يقول أنه سيستهدف ولا يوجد نعم استهدف مراكز مدنية مراكز إسعاف بشكل متعمد إذن هذا يعتبر كسرا لقواعد الاشتباك معنى ذلك أنه يستدعي ردا من حزب الله ليس كذلك مناسبا بالقوة والحجم هو حكما الرد هو حكما الرد من حزب الله استمر يعني في البارحة ليلا المقاومة قامت بعدد من العمليات استهدفت عدد من المراكز قاعدة ميرون وغيرها وهو يحاول الرد على الرد واستمرار العمليات لكن حتى الآن هذه الجبهة بظل المعطيات الداخلية الإسرائيلية وبظل القدرات العسكرية وبظل الوضع الدولي والخلاف الأمريكي حتى الآن هذه الجبهة يحاول الإسرائيلي أن يقوم ببعض الخطوات لتوسيع دائرة الجبهة لكنه لا زال ما دون أن يوسع المعركة لتصبح حربا شاملة لا زال هو يحاول حيث تدعو الحاجة أن يقدم مجموعة من الرسائل أن يرسل مجموعة من الرسائل أو أن يذهب باتجاه توسيع العمل الجغرافي مقابل توسيع المقاومة للعمل بالقدرة أو توسيع القدرات أو إظهار عدد مجموعة من القدرات الجديدة وإن كانت أيضا المقاومة تقنن في إظهار القدرات لكن الإسرائيلي حتى الآن لا زلنا رغم ما حصل بالأمس رغم المجزرة البشعة التي حصل تجاه هذه الفرق الإسعافية لا زال دون خط الذهاب بعيدا حتى الآن حتى هذه اللحظة في ظل الظروف المحيطة التي تحدثنا عنها دكتور مهند مصطفى في أم الفحم يعني استمعنا إلى الدكتور علي توسيع دائرة الجبهة دون توسيع المعركة هذا ما يريده الإسرائيلي من وجهة نظره ما الذي تفضله إسرائيل برأيك دكتور مهند في الجبهة الشمالية في ظل ما يظهره بعض المسؤولين الإسرائيليين من مخاطر شن حرب على لبنان وما سيقوم به حزب الله من رد قوي في إسرائيل وكذلك من جانب آخر في ظل الضغط الذي يشكله نزوح عدد كبير من المستوطنين من منطقة الجليل أولا الحل المثالي بنسبة لإسرائيل نظرية هو تطبيق جزئي للقرار مجلس الأمن 1701 بمعنى انسحاب حزب الله إلى شمال النهر الليطاني من خلال مصار دبلوماسي هذا والحل يعني النظري الأفضل لإسرائيل دون أن تطبك الجزء المتعلق بها في هذا القرار هو الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة يعني هذا هو الحل الأمثل إسرائيل كانت تفضل الحل الدبلوماسي والولايات المتحدة الأمريكية أيضاً كانت تفضل الحل الدبلوماسي وهناك فيه الكثير من الجهود ولكن من عدى ذلك هناك فيه اختلاف في إسرائيل ليس هناك فيه إجماع في إسرائيل على كيف يمكن إدارة هذه الجبهة هناك موقف يعتقد أنه يجب الذهاب إلى مواجهة شاملة مع حزب الله وإنهاء هذا الملف كما تفعل إسرائيل مع كطاع غزة يعني فيه تصورهم أن هناك فيه فرصة مواتية للذهاب إلى مواجهة عسكرية شاملة وهذا التفكير كان جدياً بعد السرع الأكتوبر يعني بعد بداية الحرب في غزة كان هناك فيه فرصة مواتية لإسرائيل وتم إيقافها بمعارضة من أعضاء في مجلس الحرب الإسرائيلي مثل جادي أيزينكوت الذي اعتراف بذلك وأيضاً بداخل من المولايات المتحدة الأمريكية من الجانب الآخر هناك طيار في داخل إسرائيل يعتقد أن ما يحدث الآن على الجبهة الشمالية هو طبعاً بغياب الحل الدبلوماسي ما يحدث الآن على الجبهة الشمالية هو المفضل لإسرائيل لأنهم يعتقدون أن إسرائيل حتى هذه اللحظة باعتقادهم تدفع حزب الله ثمناً باهضاً هي استطاعت يعني قتل المئات من مقاتلي استهداف بنية تحتية عسكرية لحزب الله هي طرد هي كسرت بعض قواعد التي كانت موجودة قبل السابع من أكتوبر بمعنى أن الآن الطيران الإسرائيلي يحلق في سماء لبنان وهذا الأمر كان صعب جداً قبل السابع من أكتوبر معنى أن هناك في طيار يعتقد أن هناك في طراكم من الإنجازات الإسرائيلية على المستوى العسكري في هذه الجبهة وهي غير بحاجة بسبب ذلك إلى الذهاب إلى مراجهة شاملة بالمقابل هناك من أعتقد أن يجب الذهاب إلى مراجهة شاملة أنا أعتقد أن خيار المراجهة الشاملة لإسرائيل تراجع بشكل كبير جداً بعد نصف عام من الحرب على غزة هذا أمر كان ممكن أن يكون له إمكانية واردة وعالية في بداية الحرب على غزة الآن هذه الإمكانية تراجعة بشكل كبير جداً لا العالم مستعد لذلك لا الولايات المتحدة الأمريكية مستعد لذلك ولا المجتمع الإسرائيلي أيضاً مستعد لذلك لأن معنى مواجهة شاملة هو تعطيل نصف إسرائيل اقتصادياً هذا معناه تغطية إسرائيل كلها بالصواريخ هذا معناه شلال كامل في الحياة المدنية الإسرائيلية لفترة طويلة جداً جداً ولذلك الحل الآن المناسب لإسرائيل الخيار الأقوى دعنا أقول الخيار الأقوى بالنسبة لإسرائيل هو استمرار هذه العمليات الاستنزافية مع حزب الله حتى يتم التوصل إلى حل معين دعنا أقول العامل الوحيد الضغط على إسرائيل الآن بكل هذه المعركة الشمالية العامل الوحيد الضغط هو وجود مئة ألف إسرائيلي يعني تم إخلاءهم من منازلهم في شمال إسرائيل هذا هو العامل الضغط الوحيد على إسرائيل وذلك بمجمل هذه الخيارات إسرائيل تفضل الخيار القائم حاليا إذن الوضع الحالي هو الوضع المريح بالنسبة لإسرائيل كما ذكرت الدكتور مهند سيد ريتشارد في واشنطن الإدارة الأمريكية لا تنفك تحذر من تدهور الأمور على جبهة لبنان لكن التصعيد متواصل كما نتابع حتى في هذه اللحظات التي تقصف فيها إسرائيل مواقع في الجنوب اللبناني كيف ينظر في واشنطن إلى ما يجري على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية وما الذي تفعله الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة لمنع الوصول إلى مواجهة مفتوحة كما تعرفون الولايات المتحدة الأمريكية حركت حملة طائرات قبالة الساحل الإسرائيلي اللبناني بعد السابع من أكتوب جزئيا لكي تضبط الأمور ولكي لا تنفلت الأمور من أعقالها إذا ما كان هناك وقف لتقنار في غزة فإنه سيكون مؤقتا إلا إذا ما حررت حماس جميع الرهائن وتخلت عن سلاحها وأعتقد أن هذين الأمرين غير مرجحين وهذا لن يؤثر على العمليات العدائية بين إسرائيل وحزب الله أما بسببت لألوات المتحدة الأمريكية فهي تقر بأن إسرائيل تواجه معضلة من جهة إذا ما أرادت إسرائيل أن تقضي على حزب الله أو جد كبير منها فإنها ربما ستدعو حزب الله لكي يطلق الصواريخ على مدن إسرائيل والصواريخ بالفعل يمكن أن تكون دقيقة ويمكن أن تشل المجتمع الإسرائيلي وهذا يعني أن إسرائيل يمكن أن تواجه حزب الله حزب الله يمكن أن يطلق هذه الصواريخ وإسرائيل بالفعل سوف تشل في نهاية المطاف الجيش الإسرائيلي سوف ينجح ولكن التكلفة سوف تكون باهظة للغاية وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بأن هذه الفترة سيمة وحتى وضع حل للوضع في غزة ولا أعتقد أن هذا سوف يحصل في القريب العاجل أمريكا تقر بأن هناك جهود بذلت للحديث مع جميع الأطراف لكي تتحلى بضبط النفس سيمة بين إسرائيل وحزب الله لأن هذا لن ينصب في صالح أي طرف دكتور علي في بيروت كان يتحدث الدكتور مهند عن أمور مهمة جدا وملخصة أن إسرائيل تبدو مرتاحة لهذا الوضع الذي تستطيع في استنزاف حزب الله دون الوصول إلى معركة مفتوحة تدفع إسرائيل تكلفة كبيرة بالنسبة لحزب الله ما المتوقع في المرحلة القادمة في ظل ما يبدو كسرا للقواعد قواعد الاشتباك ولكل الخطوط الحمراء استهداف مدنيين كان دائما حزب الله يهدد بأنه في حال قيام إسرائيل بمثل هذه العمليات في العمق اللبناني فإن الرد سيكون مناسبا مع هذه الاتداءات ما المتوقع من حزب الله في المرحلة القادمة هل يمكن الوصول إلى هذه المعركة المفتوحة الآن سيد سيد العزيز عندما كانت هناك معادلات الردع التي كان يتحدث عنها حزب الله كانت في سياق لم يكن هناك حرب اليوم نحن في حرب كاملة من وصفات وإن كانت محدودة المكان هذه الحرب تدور والكثير من النقاط التي كانت جزئية في موضوع المعادلات أو معادلات الردع اليوم كسرت نتيجة أن ظروف المعركة تفرض ذلك يعني استهداف المدنيين استهداف في دمشق أو استهداف العناصر حزب الله في دمشق أو ضرب بيروت أو كل هذه النقاط اليوم نحن لأننا أمام معركة مفتوحة وإن كانت هذه المعركة المفتوحة غير واسعة يعني محدودة في المكان محدودة في الجغرافيا محدودة بحدود الخمس كيلومتر والاستهدافات التي خارج هذه المنطقة هي استهدافات موضوعية تأتي في سياق الرد على العمليات التي يقوم بها حزب الله لكن هناك صحيح أن الإسرائيلي يعتبر أن هناك وجهتين نظر لكن قام قال السيد من الولايات المتحدة أن إسرائيل اليوم هل يمكن أن نقول أنها تستطيع أن تقوم في حرب في لبنان من حيث المبدأ نتيجة القدرات العسكرية الإسرائيلية يمكن أن تذهب إلى معركة أو إلى حرب في لبنان وأن تقوم بدمار وإلى آخره ولكن في الحروب هناك حساب تحقيق الأهداف وهناك الكلفة التي سيمكن أن تدفعها لأجل تحقيق هذه الأهداف في المعركة مع لبنان في المعركة مع لبنان لا يمكن للإسرائيلي وهذا هو النقاش الأساسي أن يتحمل الكلفة بحيث أنه اليوم نتحدث عن قطاع لا نتحدث فقط عن المواضيع العسكرية حتى عن البنية التحتية الإسرائيل يتحدث عن 60% من الكهرباء وهناك الحديث عن أكثر الإسرائيل يتحدث عن مليوني نازح هو الآن ينوء بمئة ألف نازح ما هو الحال بمليوني نازح أين سيضعهم أين سيكون مصيرهم ما هو العقل الإسرائيلي عندما يشاهد ولذلك كما قال الدكتور مهند دكتور عليم لذلك قال الدكتور مهند إن إسرائيل مرتاح لهذا الوضع الحالي بمعنى أنها تستنزف حزب الله دون الوصول إلى مواجهة مفتوحة تدفع إسرائيل ثمنا أكثر من الثمن الذي تدفعه الآن سريعا لو تكرمت أنا أختلف معك بموضوع الاستنزاف موضوع الاستنزاف حزب الله حتى الآن يخوض المعركة بهدفها الأساسي هو مناصرة غزة هو يدفع هذه الكلفة التي يعتبرها كلفة طبيعية في المعركة المفتوحة والكبرى التي تحصل في غزة وما يقدمهم من شهداء وما يقدمهم من تضحيات هي ليست إلا جزء من المعركة الكبرى المعركة التي تحصل في غزة وضحت الفكرة 200 أو 300 شهيد هم جزء من 30 ألف أو 32 ألف شهيد الذين ذهبوا في غزة ولكن حتى الآن فقط أضيف أن هذه النقطة حتى الآن حزب الله يحافظ على فكرة أن لا يذهب بعيدا في استخدام قدراته الكبيرة التي يعلم عنها الإسرائيل كثيرا حفاظا على أن هذه المعركة المطلوب منها حتى هذه اللحظة أن تكون بهذه الشاكلة ولكن إذا فرضت إسرائيل حربا سيذهب حزب الله بعيدا في هذه المعركة لتحقيق هذه الأهداف واضح الفكرة دكتور مهند مصطفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن العمق اللبناني أصبح منطقة حرب وإذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن سلاح الجو عاد لرفع الجهزية والتدريب لربما خيار الحرب على الجبهة الشمالية هل إسرائيل الآن السؤال مهيئة لفتح جبهة جديدة في منطقة الشمال في ظل التعقيدات التي تواجهها إسرائيل في قطاع غزة؟ أنا أعتقد أن إسرائيل لا تفضل فتح جبهة على منطقة الشمال ولكنها دعنا أقول أنه في التصور الأمني الإسرائيلي عادة إسرائيل تستعد لأي حرب بالذات أنه بعد ما حدث في السابع من أكتوبا في الجنوب إسرائيل الآن أكثر مستعدة دعنا أقول من السابع من أكتوبا فيما يتعلق بالجبهة الشمالية بمعنى إذا أخذنا جهوزيتها واستعدادها في السابع من أكتوبا اتجاه الجبهة الجنوبية هي أكثر اليوم مستعدة في الجبهة الشمالية بطبيعة الحال بطبيعة ما حدث بطبيعة أنها تعلمت من الدروس من الأخطاء وذلك سمعنا في الفترة الأخيرة أنه تم إقامة لواء كامل جديد في الجيش الإسرائيلي سمي لواء الجبال هو لواء مسؤول الآن عن تأمين الحدود وتم توحيد الحدود ما بين الحدود السورية واللبنانية معا وتم إقامة لواء خاص بهذه الحدود وتم بناء الآن قنايا تم بناء أيضا عوائق على الحدود كجزء من الخلاصات التي استخدستها إسرائيل من الجبهة الجنوبية ومع ذلك إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تفضل لا تريد لا تريد حربا شاملة مع حزب الله لا تريد أن تفتح جبهة شاملة مع الجنوب اللبناني بالسبب أن هذا الحرب التكلفتها عالية جدا وفي النهاية يعني بالتصور الإسرائيلي تحقق إنجازات الآن بدون هذه الحرب الشاملة يعني في التقديرات الإسرائيلية دعنا أقول في التقديرات الإسرائيلية الداخلية الآن هناك يتم الحديث أن ما يحدث الآن على الجبهة الشمالية هو يعني يحقق بعض الإنجازات التكتيكية لإسرائيل بهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي الأعلى وهو انسحاب قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني حتى موضوع يعني إخلاء الإسرائيليين من الشمال من ذلك أدنا الآن فعليها نقاش في داخل المجتمع الإسرائيلي وتحوّت هذه المسألة إلى مسألة سياسية أكثر مما إنها مسألة أمنية بمعنى أنها مسألة سياسية هل الحكومة الإسرائيلية مستعدة بمعنى أن تغامر سياسيا بإرجاع هؤلاء الإسرائيليين إلى الشمال السؤال الأمني الآن هو السؤال الأمني هو ليس الأولوية الأولى يعني في نقاش عملية الإخلاء الإسرائيليين هذا السؤال الثاني السؤال الأول هو السؤال السياسي وذلك حتى هذه اللحظة إسرائيل لا تريد لأن تعرف أن التكلفة ستكون غالية جدا الإسرائيليون يعلمون جيدا أن جبهة في الشمال مختلفة عن جبهة في الجنوب الجبهة في الشمال ستكون أصعب أكثر معقدة معنا تكلفتها أعلى والخسائر فيها أكبر وأكبر مما هو على الجبهة الشمالية وذلك إسرائيل تفضل الآن سياستها الآن هي كسر تدريجي لقواعد الاشتباك مع حزب الله كل مرة تكسر دعني أقول خطا معين خطا أحمر دون أتصل إلى مواجهة شامل نعم ودائما كان يطرح في إسرائيل أن حكومة نتنياهو تريد مساندة الولايات المتحدة وربما حتى دول غربية في حال حدوث مواجهة مع حزب الله سيد ريتشارد في واشنطن هناك قناعة بأن إسرائيل لا يمكنها القيام بأي عمل عسكري كبير في لبنان دون تنسيق وحتى مساندة من الولايات المتحدة هل يمكن لإدارة بايدن أن تسمح بأمر من هذا النوع وكيف يمكن أن تتصرف واشنطن في حال أقدم بن يمين نتنياهو على مغامرة في لبنان أتوقع أن أي إدارة سواء كانت بايدن أو غيره أن تقف جنبا إلى جنب مع إسرائيل إذا ما عزز حزب الله من عدائياته ونحن نعلم أن هناك قرار أممي انتهكه حزب الله حيث تموقع في مكان مرتبط بنهر الليطاني مخالف للقرار إذن قواعد الاشتباك حزب الله انتهكها منذ اليوم الأول إذا ما كان لديها الولايات المتحدة الأمريكية كيانا على حدودها في المكسيك على سبيل المثال يطلق صواريخ على سانتييغو على سبيل المثال مديدة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية على الحدود المكسيكية وخاطرت بوجود مئات ألالاف من الصواريخ تنهمر على لوس أنجلس أو سانتييغو فلا ريب أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف وتنقلب على عقبيها ولا تحارك ساكنا الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتقد أيضا أن هذا لا ينطبق على إسرائيل وبالتالي السؤال هو ما هو السيناريو الذي يمكن اتباعه لكي ننزع فتيلة التوتر ولكي ننحي جانبا هذا التهديد تهديد انهمار الصواريخ على إسرائيل شأن ذلك شأن الولايات المتحدة الأمريكية وعدم تعرضها لأي صواريخ من أهل مكسيك على سبيل المثال ولكن مجددا لا أعتقد أن مرئ يمكن أن يشكك في أن إسرائيل تعرف التهديدات ويمكنها أن تحدد أساسيات هذا التهديد وأذا ما حصل أمر ما فإن الولايات المتحدة الأمريكية بلا شك سوف تدعم إسرائيل واضح الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في حال حصول أي مواجهة مع حزب الله يعني دكتور علي الآن وزيرة رئيسة الوزراء الإيطالية في بيروت سبقها المبؤوث الأمريكي هوكشتاين في محاولات البحث عن حلول دبلوماسية ما هي فرص هذه الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر على الجبهة اللبنانية هناك نقطتين أريد أن ما تحدث عنه سيد ريتشارد من الولايات المتحدة أنه يمكن نسي أن هناك موثق لدى الأمم المتحدة أكثر من 15 ألف هذا الرقم الأخير الذي ببالي ولكن الرقم أكبر من ذلك أكثر من 15 ألف خرق إسرائيلي للألف وسبعمائة وواحد منذ العام 2006 هناك آلاف الخرقات السنوية إسرائيل هي من خرقت ومن زادت وكل ما حصل في الفترة الماضية خلال العشرين سنة كانت المقاومة تعمل في لبنان لكن الإسرائيلي كان يخرق بشكل كبير جدا وهو موثق لدى الأمم المتحدة موثق في مجلس الأمن والدولة اللبنانية ووزارة الخارجية دائما كانت ترسل للأمم المتحدة هذه اللائحة وتقارير بالخرقات الإسرائيلية للألف وسبعمائة وواحد أما بالنسبة للقرارات الدبلوماسية أو المحاولات الدبلوماسية أو السعي الدبلوماسي حظب الله كان واضحا أنه من يريد أن يوقف الجبهة في لبنان عليه أن يسعى للهدنة في غزة لوقف الحرب في غزة هذه الجبهة في لبنان مستمرة وباقية وستبقى تعمل بهذه الوتيرة مهما كان هناك من تضحيات ومهما كان هناك من ثمن يدفع في هذه الجبهة حتى تتوقف الحرب في غزة لذلك هوكشتاين وأي أحد في هذا العالم يريد أن يوقف الحرب في لبنان المسألة سهلة جدا فليذهب إلى إسرائيل ليضغط على حكومة نتنياهو كي توقف الحرب وتذهب لعملية تطوضية دلوماسية في غزة عندها ستنتهي بشكل كامل في إسرائيل يعتقدون أنه ليس بالضرورة أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعني وقف إطلاق النار على الحدود مع لبنان هذا ما أسعفنا به الوقت شكرا جزيلا لك دكتور علي أحمد الباحث في الاتصال السياسي من بيروت والشكر أيضا لدكتور مهند مصطفى الباحث في مركز بادا الكرمل من أم الفحم كما أشكر ضيفنا ريتشارد جوستن مخطط استراتيجي في الحزب الديمقراطي كان معنا من واشنطن شكرا لكم جميعا كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والآن نتحول إلى الزميل خالد الغرابلي واستكمال هذه الطاقة